أجدد التحية بضيوف مشهد اليوم الكاتب والإعلامي محمد أمين الباحث في شؤون الشرق الأوسط دكتور فارس الخطاب وكذلك بالكاتب والصحفي محمد عايش البداية حول مشهد التطبيع حازت سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن ريمة بنت مندر آل سعود بإشادة من الصحافة الإسرائيلية بعد كلمتها خلال افتتاح قمة حوار الشرق الأوسط في واشنطن واعتبر الإعلام العبري ذلك لفتة دبلوماسية هامة تلقتها تل أبيب من السعودية لأن السفيرة ألقت الكلمة أمام جمهور من المسؤولين الإسرائيليين وشاركت في الحلقة النقاشية على طاولة يجلس عليها أيضا مشاركون إسرائيليون وجلس معها نظرها المغربي والبحريني المؤتمر الذي انعقد في وقت يرتكب فيه الاحتلال الإسرائيلي المجازر حيث كان وقت انعقاد المؤتمر خلال ارتكاب الاحتلال لمجزرة مواسي خان يونس قمة حوارية بواشنطن يحضرها سفراء السعودية والبحرين والمغرب وإسرائيل لفتة دبلوماسية هامة تلقتها إسرائيل من سفيرة المملكة العربية السعودية في واشنطن ريمة بنت بندر آل سعود في المؤتمر الافتتاحي لقمة حوار الشرق الأوسط في واشنطن حازت على إشادة من الصحافة الإسرائيلية السفيرة ألقت كلمة أمام جمهور من المسؤولين الإسرائيليين وشاركت في حلقة نقاشية على طاولة يجلس عليها أيضا مشاركون إسرائيليون وجلس معها نظيرها المغربي والبحريني زعيم حزب الدولة بني جانت استطرق إلى قضية التطبيع قبل يومين حين قال آمل أن تمكن من تطوير شراكات إقليمية خلال هذه القمة لتحقيق فوائد متبادلة في الأمن والاقتصاد المؤتمر يشكل منتدا للحوار بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة ويهدف إلى تيسير المناقشات بين الزعماء الأمريكيين وقادة الشرق الأوسط بما في ذلك أولئك من الدول العربية المعتدلة وإسرائيل مؤتمر تطبيعي سري حول مستقبل الشرق الأوسط بحضور سعودي مغربي بحريني في الوقت الذي كانت فيه الأخبار تتحدث عن مجزرة مدمرة من الهجوم الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة على خيام مواصي خان يونس كان اللاعبون الرئيسيون في سياسة الشرق الأوسط في واشنطن وخارجها يحتسون الكوكتيلات في فندق والدورف أستوريا احتفالا بنهاية مؤتمر سري حول مستقبل المنطقة وجهد المساء ختام القمة الافتتاحية للحوار بين الشرق الأوسط وأمريكا وهو الحدث الأول من نوعه الذي يقول بعض المشاركين إنه تجاهل بشكل شبه كامل وجهة النظر الفلسطينية على الرغم من أهمية المجتمع الفلسطيني المركزي للتطورات في المنطقة وأشار أحد الحاضرين إلى أن ثلاثة أصوات عربية فقط كانت موجودة على مسرح المؤتمر أصوات سفراء السعودية والبحرين والمغرب لدى الولايات المتحدة ولم يكن هناك فلسطينيون كان المؤتمر الذي استمر عدة أيام مخصصا للمدعوين فقط وكان محتوى المناقشات سريا إلى حد كبير دعوني أتساءل معكم لماذا المؤتمر سري ولماذا السعودية حاضرة فيه السعودية ليست لديها علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال على خلاف المغرب والبحرين فلماذا تكون حاضرة ولماذا محمد تلقي سفيرة السعودية كلمة في هذا اللقاء شوف جمال أولا لماذا سري لأنه أي عمل مشين وغير يعني محترم يجري دائما في السر دائما الأعمال المشينة الأعمال السيئة الأعمال التي يستحي منها صاحبها يجريها بالسر ثانيا أنه هذا المؤتمر الذي يجري وسط كما جاء في التقرير في اللحظة التي كانت السفيرة السعودية والوفد البحريني والمغربي يجلس مع ممثل بن يمين نتنياهو كانت صواريخ بن يمين نتنياهو تقصف المواصي وتقتل الشهداء الفلسطينيين وتطارد الأطفال والنساء الفلسطينيين إذن هذه حتى عن مستوى الإنساني ولا أريد أن أقول العروبي والإسلامي وصمة عار حقيقة ووصمة سقوط لا يمكن يعني وصفة لأقل من ذلك ثالثا الآن في مسألة ما علاقة المملكة العربية السعودية في التطبيع يعني ما الذي تحتاج الرياض من تل أبيب أولا على مستوى الوضع الاقتصادي السعودية بلد ثري وبلد لديه إمكانات اقتصادية ومالية وأكبر دولة عربية وقبلة المسلمين وأكبر مصدر للبترول وأكبر دولة عربية فما الذي ستجنيه من التطبيع فيما لو تحدثنا عن موضوع التطبيع نعم مفروض أن إسرائيل هي التي تهرول نحو التطبيع وليس العكس ثانيا على مستوى المفهوم الأمن يا عزيزي هذه دولة صار لها 11 شهر تقاتل في فصيل في قطاع محاصر ولم تستطيع أن تحسم المعركة وهناك جبهات مفتوحة عليها وهي فشلة السعودية إذا لم أقوم إسرائيل السعودية عسكريا حتى عسكريا السعودية لديها ترسانة أسلحة وعندها جيش محترم وعندها دولة قوية كبيرة سعودية دولة دولة يا رجل حتى محمد مش بحاجة لإسرائيل قطعا قوية لو كان هناك قناعة نقول في قناعة بغض النظر عن وجهة نظرنا فيها للتطبيع مع إسرائيل قبل السابع من أكتوبر فإنه بعد السابع من أكتوبر بعد 11 شهر من ترميغ أنف الإسرائيل في التراب وعدم قدرتها على الحسم في غزة ولا التصدي لحزب الله في الشمال ولا استعادة الردع وفشلت أمنيا هذه دولة فاشلة لو كنت أريد أن أطبع معها من أجل الأمن أتراجع عن ذلك أخيرا دعني أيضا أقول بأنه على مستوى هذا يجري بات الدم الفلسطيني يستعمل كدعاية انتخابية هذا الاجتماع يأتي بضغط من الواتحة الأمريكية على مقربة من الانتخابات فشلوا في إخناع نتنياهو بالذهاب نحو التطبيع هم يريدون أن أخذ هذه اللقطة وترويجها للناخب الأمريكي على أنها إنجاز لإدارة بايدن بايدن في أربع شهور الماضية كانوا يسبقون الخطأ للوصول لصفقة من أجل أن يقدموا هذه كإنجاز للناخب وبالتالي هذا هو ساب هذا الاجتماع ولكن السؤال اللي بيظل يطرح أنه ما مصلحة هذه الدول في التورد في هذا الاجتماع رغم أنه شعورها جمال يعني أخيرا في عشرين ثانية غير صحيح ما يجري في منصات تواصل الاجتماعي أنه الشعب السعودي أو الإماراتي أو غيره موافق على التطبيع السعوديين والإماراتيون والأردنيون وكل الدول والمغاربة أكبر مظاهرات هذا يا محمد أكبر مظاهرات خرجت في المغرب واليوم ممثل المغرب يجلس فيه في جلس التطبيع هذه جيوش إلكترونية وكثير منها أصلا إسرائيليين يتكلمون العربية هذا جيوش إلكترونية أما الشارع العربي لا يوجد عاقل في العالم العربي يمكن أن يؤمن بالتطبيع مع الاحتلال وهو يرى مثل هذه المجالزة لكن في المصالح دعونا نعكس ربما وجهة من يدافعون عن سعي المملكة العربية السعودية للتطبيع هؤلاء يقولون بأن المملكة العربية السعودية لديها مصلحة كبرى في موافقة أمريكا على معاهدة دفاعية أمنية تحميها من إيران وفي موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على أن تطور السعودية برنامجا نووي قد يصل لسلاح نووي وأن هذه الموافقات لن تحصل من أمريكا إلا بخطب ود إسرائيل يعني دكتور فارس هل فعلا المملكة العربية السعودية بمثل هذه الخطوات يمكن أن تحصل على ما تريده من واشنطن؟ هذا ربما واحد من الأشياء واحد من الأوجه لكن هناك أوجه عدة للموضوع الموضوع الأساس أنه المملكة العربية السعودية في خطوات ربما أتت متسارعة أرادت أن تتحول من دولة ذات طابع ديني إلى دولة مدنية بما يعني أنها تقوم بممارسة ما تستطيع أن تمارسه من علاقات دولية دون التخوف من أن تتغير النظرة عنها كدولة تحمل الحرمين الشريفين المشروع السعودي الحقيقة مشروع اقتصادي هائل كما وضح وتحدث عنه ولي العهد أمير محمد بن سلمان في مناسبات عديدة ومن مصطحة المشروع أن تكون إسرائيل ضمن هذه المنظومة الاقتصادية في الشرق الأوسط بما يعني إقامة علاقات دبلوماسية معها على شرط حل الدولتين ومنح الفلسطينيين دولتهم لكن القضية وين القضية يعني على الآن السفيرة السعودية والفريق اللي اجتمع معها أنا أقول أن الحديث العرب الآن حديث الأمة عنوانه أنه التطبيع أمر واقع أنا أحكي على الطهم السياسية أو الحكومات التطبيع أمر واقع يعني أنا ما أتوقع أنه الأمور ستسير بشكل متعاكس وليس قدر لا 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 مقدر وليس قدر لكن محددات اقتصادية وسياسية محددات اقتصادية وسياسية وأكو محفزات اقتصادية وسياسية محمد أيضا هو أيضا محلل اقتصادي محمد هل فعلا ترى بأن السعودية تفكر اقتصاديا بأنه تطور نفسها وذلك لن يتم إلا بموافقة أمريكا وموافقة أمريكا لن تتم إلا بخطب ود إسرائيل لا أنا أتفق أنه في مشروع اقتصادي طموح في السعودية وكبير في السعودية وفي شغل رهيب على مسألة عدم الاعتماد وتقليل الاعتماد على النفط في الموازنة العامة للمملكة وهذه خطوة بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد السعودي لكني لا أتفق مع أن هذا المشروع يحتاج لإسرائيل لأن السعودية أكبر بكثير من إسرائيل والسعودية أكبر اقتصاد عربي وبعدين السعودية اقتصادها أكبر من خمس ست دول في المنطقة المشروع الاقتصادي يحتاج السلام هذه السعودية يحتاج السلام ويحتاج موافقة إسرائيل والذيكرة أتفق مع هذا الكلام المشروع السعودي أو الرخاء الاقتصادي في المنطقة يحتاج للسلام لكن تجربتنا مع إسرائيل كما تفضل الأستاذ محمد قال لك اللي لحق يوم 7 أكتوبر لازم يفهم أنه أنا ما إلي مصلح أن أطبع مع إسرائيل تجربتنا مع إسرائيل أن اتفاقات التسوية لم تحقق السلام مصر جربت ذلك أربعين عاما أو خمسين عاما والأردن أربعين عاما وما تحقق السلام الأهم من ذلك قبل فترة كان فيه هناك دراسة منشورة بالعربي وبالإنجليزي تتحدث عن تكلفة السلام الاقتصادات العربية تكبدت خسائر بعد التسوية مع إسرائيل أكثر من الخسائر خلال فترة الحرب بل نكتشف العجلة يعني السعودية ليست أول دولة تطبيحنا لدينا مصر طبعات تختلف تختلف يقولك ثانية مصر مقابل السلام أخذت سيناء المهم المهم ما الذي تقدمه لكن إسرائيل مع بعض الدول لم تعطي لكن أخذت الآن مشروع السلام هذه ليست بحاجة هذه دولة بانية هل تحقق السلام السلام مقابل السلام وما الذي يفعله بغزة هذا شعب يجب أن يقضع عليه إسرائيل إلغاء قناة السويس وتطبيق مشروع ياربط إسرائيل مباشرة بالمضبة وإلغاء أهمية قناة السويس هذا إضرار بالشريك المصري إلا حصل إلا حصل أن إسرائيل حيدت الجبهات بتوقيع اتفاقات سلام منفرد مع بعض الدول العربية من أجل أن تقوم بالتوحش أكثر من أجل أن تثير حروبا أكثر هذا اللي حصل أصلا اتفاق السلام مع مصر حصل في التسعة وسبعين في الاثنين وثمانين تم اجتياح لأول مرة اجتياح عاصمة عربية وصلوا إلى بيروت لم يكن ليحدث ذلك لولا أنهم حيدوا جبهة مصر نتيجة التسوية مع إسرائيل كانت بائسة وفي عام الفين عندما أعلن الملك السعودي في وقت ولي العهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن المبادرة العربية للسلام كيف أردت إسرائيل اشتاحت الضفة ودمرت القطاع ودمرت البولة التحتية وبعد ذلك 24 عام صحيح نعم السلام الاستقرار والاقتصاد يحتاج إلى السلام هذا الكلام يرجب أن يقال لنثنياهو نثنياهو الذي يشن الحرب ومازالت السعودية بالمناسبة هو الذي يشن الحرب تنتظر الرد بعد ربع قرن مازالت السعودية تنتظر الرد إسرائيل على مبادرة السلام الإنصاف المعلن المعلن يعني أنا لا تكلم تحت الطاولة فوق الطاولة السعودية ما زالت مصرعة على أنه لا تطبيع مع إسرائيل دون الاعتراف بدولة فلسطينية كاملة السيادة صحيح وهذا موقف بالمناسبة موقف مقدر على الحال شعبيا وأكدت السفير السعودي شعبيا حنان الناشطة السعودية حنان العتيبي قالت في تغريدة لها الأميرة ريمة بنت مندر على السعود حضرت قمة الحوار بين الشرق الأوسط وأمريكا بمشاركة مسؤولين إسرائيليين وألقت خطابا وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه ملهم مشاركتها في حوار كهذا يعتبر صفعة لكل الجهود الدولية التي تدعو لمحاسبة إسرائيل ووقف الحرب ويعد خيانة صريحة للقضية الفلسطينية صحيح أو لا؟ بدي أحذر من الإعلام الإسرائيلي الذي يحاول ترويج بأنه التطبيع مقبول من الشعب السعودي بأنه أصبح أمرا واقعا وبأن الشعوب العربية أصبحت وافقة على التطبيع وهذا الإطراء وبشكل خاص فيما يتعلق بالسعودية أيوة وهذا التغني في هذه المؤتمر لا الإسرائيل يا جماع الإعلام الإسرائيلي صار له أربع سنوات يحاول الإقناع العالم بأن السعودية تهرول نحو التطبيع وهذا ليس صحيحا يعني الإعلام الإسرائيلي كل يوم بينشر ما من شأنه أن يشعرك بأن السعودية قاب قوسين أو أدنى لتوقيع الاتفاق بالمناسبة نفس التقرير بالجيروزاليم بوست اللي تحدث عن هذا اللقاء التطبيعي نقل عن مسؤول إسرائيلي قوله أنهم يتوقعون في تل أبيب أن تبرم السعودية اتفاق التطبيع في شهر 11 في نوفمبر القادم وهما هذا يوميا يوميا افتح الجرائد الإسرائيلية يوميا بيحكي لك أن السعودية ستوقع خلال شهرين خلال أسبوعين خلال العام القادم صحيح وهذا نوع من التشويش هو جزء من التطبيع أن يشعرك بأن التطبيع موجود أستاذ محمد أستاذ محمد أيضا أستاذ جمال ولا بلد عربي طبع شعوب راضي عن التطبيع حتى نقول السعودية فقط والحكومات تعلم الحكومات تعلم وربما هذا يقودنا دكتور فارس إلى ملفنا الرابع الأردن حيث كان التطبيع حاضرا في انتخابات الأردن سأترك لك تعليق محمد على مشهد انتخابات مجلس النواب الأردني فعلى وقع عملية الكرامة فاز حزب جبهة العمل الإسلامي بواحد وثلاثين مقعدا من أصل 130 ما يشكل 40% وهي نتيجة قد تغير المشهد السياسي في البلاد جبهة العمل الإسلامي حزب معارض يقول إن صوته مطلوب في البرلمان للمساعدة بعكس السياسات الاقتصادية غير الشعبية والتصدي للقوانين التي تحد من الحريات العامة ومعارضة المزيد من التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدم لافت للإسلاميين في انتخابات الأردن أظهرت الأرقام الأولية لفرز الأصوات في انتخابات البرلمان الأردني العشرين تقدم الإسلاميين في القائمة الوطنية بفارق كبير على بقية الأحزاب وأعلن حزب جبهة العمل الإسلامي أن النتائج الأولية أظهرت وبعد فرز 99% من الأصوات فرز قائمته الوطنية بـ 18 مقعداً بعد حصولها على 462 ألف صوت وأضف الحزب أن قائمه المحلية متقدمة في العديد من المحافظات وأبرزها العاصمة عمّان التي فازت فيها بكافة مقاعد الكوتا وبحسب النتائج الأولية فإن المركز الثاني في القائمة الوطنية بعد العمل الإسلامي حصل على ثلاثة مقاعد فقط بواقع 93 ألف صوت تقريباً وبحسب النتائج الأولية غير الرسمية حصلت جبهة العمل الإسلامي على 32 مقعداً من أصل 138 هي مجموع مقاعد البرلمان خصص منها 41 لقوائم الأحزاب وهي نتيجة تحمل العديد من الدلالات في ظل تداعيات الحرب على قطاع غزة صحيح أكيد العديد من الدلالات محمد ونا ما زلنا في سياق التطبيع لأنه أحد الملفات الهامة في الحملات الانتخابية لكل الأحزاب وجهة العمل مرة أخرى فقط أذكر بأن التقرير أعد قبل مؤتمر لهيئة المستقلة مساء هذا اليوم الذي قال بأن جبهة العمل فاز ب31 مقعد من أصل 130 سياق التطبيع محمد ما زلنا نتحدث عن التطبيع كيف كان حاضراً في هذه النتائج؟ كانت الفكرة التي يتحدث عنها جمال بأنه علينا الحذر من الإعلام الإسرائيلي الذي يروج بأن التطبيع أصبح أمراً واقعاً وقاب قوسينا أودنا إما أتى على المستوى الشعبي أو على المستوى الرسمي المستوى الرسمي في حارة مملكة العربية السعودية حتى الآن موقف الرسمي هو رافض للتطبيع ولا يوجد اتفاقات سلام لا بين السعودية ولا بين إسرائيل ثانياً أنه لو كان التطبيع مقبولاً شعبياً لم احتاجت هذه القنوات المطبعة كل هذا الصراخ والبرامج اليومية التي تخرج لمحاولة إقناع الناس بأن الإسرائيل هي التي انتصرت وإسرائيل لا بد أن يتم التطبيع لا، لو أجري استطلاع رأي أو انتخابات في أي مكان ستكون النتيجة بمية بالمية بنتيجة تشير إلى رفض الشارع العربي للتطبيع كل من هو في وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في تويتر هم ذباب إلكتروني يروج للتطبيع وأدخل هنا إلى الأردن الأردن جبهة العمل الإسلامي موقفها واضح فيما يتعلق بالتطبيع ضد التطبيع وكل خطابها له علاقة بدعم المقاومة الفلسطينية وكل حشدها سواء الجماهيري أو ندواتها أو حتى دعايتها الانتخابية خلال الفترة الماضية هي ضد التطبيع ومع المقاومة مع إسناد الشعب الفلسطيني وتعتبر أن القضية الأولى في الأردن هي قضية الفلسطين لذلك النتائج اليوم أكدت على هذا بأن الناخب الأردني انتخب مشروع يدعم المقاومة ويدعم القضية الفلسطينية ويرفض التطبيع هذا رقم واحد رقم اثنين في جزئية الثورات المضادة التي بدأت في 2013 كانت تستهدف إقصاء الإسلام أو ما يسمى الإسلام السياسي والقضاء على الإسلاميين وإخراجهم من المشهد هذه الانتخابات تأتي وتقول بعد عشر سنوات أو بعد 11 سنة بأن هذا المشروع قد فشل أن الحركات الإسلامية هي أفكار متجدرة في المجتمعات العربية وهم أمناء هذا الوطن وأن الناخب عندما تتاح انتخابات سيصوت لهذا الخيار وبالتالي أنه خيار التعايش مع الحركات الإسلامية هو الخيار الأمثل الذي يؤدي الاستقرار وليس الاشتتاث وأنه أي مشاريع لها علاقة به أنا هنا لا أقول أنه يجب أن ينتخب الثيار الإسلامي لكن أقول أنه هذا شريحة موجودة وليمكن اقتلاعها بهذه الطريقة وبأنه محاولة الثورات المضادة اقتلاع التيار الإسلامي للانتقام الموقف فيما يتعلق بالربيع العربي هذا فشل وبأنه الناخب يدرك ويفرز المواقف بشكل جيد ولكن عليه ضريبة كبيرة جدا لأن الدول التي تحارب الإسلاميين وتعتبر بعضهم مثل دولة الإمارات العربية المتحدة يعني يعتبر جماعة القوى المسلمين إرهابية كما تعتبرها مصر هناك تحديات كبيرة لهذا الفوز لكن في سياق التطبيع دكتور فارس الانتخابات هذه أتت على وقع عملية الكرامة حيث قام سائق أردني بقتل ثلاثة إسرائيليين على معبر الكرامة برأيك هل يعكس فعلا هذا النتيجة تعكس المزاج الشعبي الأردني وليس فقط بتأييد الأردنيين للتيار الإسلامي دون غيره هو في الحقيقة الملاحظة الأولى التي تفضلت بذكرها أنه مفاجأة فوز الإسلاميين في الانتخابات الأردنية هي ستشكل ردة فعل ربما بدول تعتبر هذه التنظيمات هي تنظيمات شبهة إرهابية أو إرهابية هذا جزء أول الجزء الثاني أنه حزب العمل الإسلامي خلال فترة لديه تراث هائل من المساهمات الجماهيرية والمواقف والتحشيد أضيف لها بنجاح عملية التحشيد باتجاه قطاع غزة خلال داع الشهر منذ عملية طوفان الأقصى وحتى اليوم وسيستمرون الآن أفضل يمكن أن أضحهم لذلك الجماهير نبضها كان يريد من يعبر عن غضبها يعبر عن حماسها لنصرة أهل غزة كان حزب العمل خير من منثل هذه الوجهة وهذا التوجه ووجه الحقيقة كل خطابات أو كل أسهم أنشطة بهذه الفعاليات التي أتت أكلها في عملية الانتخاب دعنا نسأل محمد عن السياقات الداخلية حزب جبهة العمل ليس غريب على الحياة الحزبية في الأردن وليس غريب على البرلمان دخل البرلمان في التسعينات وربما حتى هذه النتيجة الكبيرة ليست أول مرة يحصل فيها على هذا العدد الكبير من المقاعد يعني أولا جبهة العمل الإسلامي لمن لا يعرف هي الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين وهذا أكبر فوز لجماعة الإخوان المسلمين منذ 35 سنة منذ انتخابات 1989 هذا أكبر فوز هذا رقم واحد رقم اثنين هذه الانتخابات هي أكثر انتخابات أفرزت حياة حزبية أو يعني انعكست الأحزاب أو نجاحها خلينا نقول النظام في أنه مئة وثلاث مقاعد من أصل 130 أكثر من 80% تقريبا أو 75% من المقاعد تمثل أحزاب أحزاب نعم نعم لأنه هذا الشيء صحي طبعا طبعا والسبب طبعا لأنه لأول مرة في تاريخ المملكة تجري الانتخابات بنظام التمثيل النسبي قوائم مغلقة ما كان التصويت لأفراد وما كان فيه نظام الصوت الواحد اللي كانوا بينتقدون الناس في الأردن وكان فيه احنا منذكر فيه ما أسميه أو ما دعا له الملك وأسميه التحديث السياسي هذا كان نتاج التحديث السياسي وهذه كانت خطوة ممتازة لذلك أنا بقول بأن الفائز الأكبر في هذه الانتخابات هو الأردن ثم جماعة الإخوان المسلمين هذه النقطة الأخرى التي يتوجه لا الدولة الأردنية لا لا مش الحكومة الدولة الأردنية الدولة استطاعت استطاعت أن تخلق حياة سياسية صحية وديمقراطية طبعا يعني تحول له خطوة إعادة تحول للديمقراطية نعم نتاج لم يشكك بها أي من الأحزاب ولا من سبغة فيها أيضا إعادة الأحزاب مرة أخرى للصورة وأيضا حتى الانتخابات تجري على برامج حزبية كانت الحزاب تطرح برامج وليس حزبات فردية والنقطة الثالثة هي التي تفضل فيها الدكتور فارس لأول مرة يمكن على الأقل من 20 سنة لم نسمع بعد الانتخابات أنه جرت تزوير نحن في كل الانتخابات ارجع للانتخابات اللي هذا بيصير يحكي لك نعم اللي بيحكي لك أنا تبدلت الصناديق عندي واللي بيحكي لك أنا انتخبت مرتين واللي بيحكي لك يعني كان يتم استعراض جملة من التجاوزات في هذه الانتخابات للأمانة لم نسمع ذلك أنا الليلة الماضية ما نمت وأنا سهران أتابع ماذا يقول يعني أتابع لكن هل سمح بذلك هذا هو السؤال يعني هل النظام أنت محمد قلت أنه هذا جاء فيه سياق إصلاحي سياسي إصلاح سياسي نعم رعاه الملك يعني هل القرار بمقرار الدولة الأردنية وهرم هذه الدولة الملك سمح بذلك يعني هو يريد هذا السياق وماذا عن التحديات الكبرى محمد يعني الدول الخليجية يعني هل ستنظر بارتياح لهذا الفوز أنا وافق أستاذ محمد يعني على مسألة أنه الرابح الأول من هذه الانتخابات هو الأردن والرابح الثاني هو الحياء السياسية الأردنية الحزبية يعني عودة الأحزاب مرة أخرى هذه حالة صحية في العملية الديمقراطية ورقم ثلاثة أنه هذا يعني نجاح لعملية التحديث السياسي اللي جرت في الأردن الآن نحن بدنا عينب ولا نقاتل النطور النتائج أفضت إلى أنه عادت مرة أخرى الأحزاب إلى وجهة المشهد هذا شيء صحي وأنا برأيي أنه هذا لأول مرة الناخب أصبح يبحث عن الحزب حزب كذا حزب كذا قائمة كذا يعني لم يعد هناك رغم البعد العشائري والقبلي موجود لكن صار فيه إشي اسمه أحزاب الحزاب لديه عمل بالسياسة والأول مرة جمال أنا أسمع أنه أنا سأنتخب الحزب الفلاني لأنه برنامجه الانتخابي نال إعجابي يعني صار الخبر على أساس البرامج ثانيا أنه كما أيضا قال محمد أنه هذه لأول مرة يتم إعلان نتائج الأولية هي نتائج النهائية دون وجود انتقادات تجاوزات كبيرة تجاوزات محدودة جدا بعدين قبل سؤالك هي جدي مكملة لصورة معبر الكرامة يعني معبر الكرامة فوز حزب العمل يمثل تجسيدا لهذه العملية على نطاق خياسي يعني إحنا ردنا على العدوان أو الحرب على غزة أنه نختار الأفضل نعم هذه رسالة بالغة الأهمية بالمناسبة من الشارع نعم لأنه نصف مليون شخص صوتوا لجبهة العمل الإسلامي لأنهم يعتقدون بأنها الظهير السياسي للمقاومة في غزة وبالتالي الناس في الأردن عايشين تماما مع قطاع غزة وأنا أضيف لك يمكن كثير من الناس يمكن ما انتبه لجزئية بالغة الأهمية أدنى نسبة تصويت كانت في العاصمة عمان في المحافظات الأخرى كانت تصويت أعلى وهذا معناه أنه هذه الأماكن التي تقليدياً كانت تصويت لابن العشيرة اليوم أصبحت تصويت للحزب هذا مكسب سياسي بالغ الأهمية بالغ الأهمية لأنه أنت بتعمل أنت خلقت مناخ سياسي ولا أرواع مناخ ديمقراطي ولا أرواع في الأردن حتى لو اليوم وبعدين بكرة ممكن الناس إنها الأحزاب حتى اللي خسرت إنها بتطور من برامجها أنا اليوم أغلب تعليقات الأردنيين بقولوا اتعلموا من حزب جبهة العمل الإسلامي هذه كلمة حلوة ليش؟ لأن بكرة بصير فيه تعدد فيه أحزاب كل ياتها أحزاب اللي تأسست قبل الانتخابات هذه بشهور هذه ما فازت لكن إجرائياً لكن مستقبلاً ممكن أن تكلم هذه النتائج كيف ستنعكس على برنامج الحكومة التي ستشكل بكرة ستستقيل الحكومة بكرة ستستقيل الحكومة سيتم تشكيل حكومة جديدة أنا لو تسألني ماذا أأمل أو أطمح لا حسب الدستور يعني من المكلة؟ لا حسب الدستور حسب الدستور الملك يختار أي شخص يخطر في باله ويوعين ليس ملزماً لماذا الملك لا يلزمه شيء ربما؟ لا لا لكن نقصد في إطار الدستور هل يستأنس بالكتلة الأكبر لا 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 أنا بحكي لك أتمنى أن يحدث ذلك أنا أتمنى أنه يتم تشكيل حكومة حزبية يعني هذا المشهد بكمله المشهد الرائع هذا بكمله أنه يتم تشكيل حكومة حزبية حتى لو ما كانت من حزب جبهة العمل عشان ما ينفهم أنه أنا أنا بدعو لرئيس وزراء من الجبهة لا في أحزاب تانية فازت حزب الميطاق جبهة لما يسمى الملكية الدستورية بأنه بائج الانتخابات على أساسها يكلف الملك الرئيس الحزب القائمة الأكبر التي حصلت الأسوات طبعا هذا حدث في الأردن سنة الـ 91 فعله الملك حسين حدث في الأردن يعني مش أنه هو شيء من الخيال مش ضرب من الخيال لكن الملك ليس ملزما بأن يفعل ذلك أنا بحكي لك أنه الآن المشهد هذا الحزبي أو البرلمان خلينا نقول الحزبي الآن يكمل حكومة حزبية وقد يفعل الملك وقد يفعلها الملك طبعا لا أحد يعلم ما الذي ولكن هذا سيف حديات كبيرة على حزب جبهة العمل الإسلامي أنه البرنامج الاقتصادي محمد راكو الأهمية عن البرنامج السياسي كيف ستنفذ برنامجها الاقتصادي الذي تقول فيه بأنها تريد يعني تعكس السياسات الاقتصادية غير الشعبية كيف ستستطيع ذلك طب بالبرلمان إمكاناتها محدودة صلاحيات البرلمان محدودة هو فقط براقب في الأردن البرلمان يراقب ويصن قوانين براقب السلطة التنفيذية ويصن قوانين كسلطة تشريعية لكن إذا دخلوا في الحكومة وشاركوا في الحكومة يمكن أن يكون لديهم إثهام أكبر هلأ برنامجهم الاقتصادي بالمناسبة في الأردن ما في حدا لأننا هذا قرأته لما أطرحوه وأنا أصلا جتني دعوة أني أروح أحضر إطلاق البرنامج الاقتصادي ما رحتش طبعا بس قرأت البرنامج المحتوى للأمانة لا يوجد في الأردن برنامج اقتصادي أنا بحكة عن الاقتصاد أتركني من السياسة في الأردن لا يوجد برنامج اقتصادي لا يوجد أحد عنده برنامج اقتصادي إلا جبهة العمل الإسلامي ما هو برنامج عندهم قائمة طويلة أبرز ما فيه أبرز ما فيه بيتعلق في تحرير التجارة الخارجية بيتعلق بتحرير البلد تحرير البلد من المناطق الصناعية المؤهلة التي ترى بضاعة مكتوب عليها ميدين جوردن العام المش أردني والمصنع مش أردني والإيرادات بتروح على مش أردني طب الوردن ماذا استفر ومع فيه من الضريبة المصنع تأسيس مناطق اقتصادية أيضا هو تحدي كبير نعم عندهم طبعا هذا تحدي غير التحدي الاقتصادي التحدي الاقليمي يمكن قبل قليل كان دكتور بارز لذلك لأنه هل هذه التجروة سيسمح لها لأنه جمال تراثيل في الثمانيات لا لا سيسمح لها عارف ليش لأنه الأردن مورس عليه ضغوط في 2011 إلى 2015 مورس عليه ضغوط شرسة جدا وللأمانة ويذكر هذا للأردن أنه قاوم هذه الضغوط يعني لم يتم كان يراد للأردن أنه يتحول لدولة قمعية بوليسية تقمع الناس وتسكت الناس لكن هذا لم يحدث صار في بعض التضييق على الحريات أنا ضد قانون على القيار الإسلامي لا ننسى أن القيار الإسلامي عن انقسامات مهمة محمد لما جرى في الثمانينات وما ذكر رئيس الوزراء الأردن السابق مدر بدران في مذكرات وذكر بأنه في 82 في 82 عندما أجريت انتخابات أو في نهاية 80 في 89 89 شهر 11 نوفم أجريت انتخابات وكانت انتخابات نزيهة وفاس فيها الإسلاميون ما الذي جرى هو يقول مدر بدران بأنه العاهل السعودي وقال لهم أنه أنا جاهز لتقديم رزمة من الدعم المالي ومساعدات المالية بمليارات الدولارات وطبعا شكروا على ذلك وقال لهم أنا لدي طلب واحد فقط هذا البرلمان خلونا منه ألغو لأنه هذه مسألة الانتخابات والبرلمانات تحدثوا رفض الملكة حسين طبعا في ممالك دول الخليج يعني الآن عدوة ديمقراطية يعني ليس سرا أنه الملكيات الخليجية العربية خاصة في دول الثورات المضادة وما يسمى ومصطلحة تسمية الثورات المضادة تخشى من أي تجربة ديمقراطية لا لا حتى إسرائيل حتى إسرائيل محمد إسرائيل إسرائيل إنت بالك إسرائيل إسرائيل مبسوطين لما يصير فيه انتخابات والناس تروح تنتخب ويكون أكيد لا لا حسن وبالمناسبة العلاقات على رأسه ومورس الضغوط على الأردن في الـ 2018 لما الناس راحت تتظاهر أمام رئاسة الوزراء وأسقطوا رئيس الوزراء معروف البخيت مورس الضغوط على الأردن أنه يقمعوهم لماذا؟ لأنه لا يراد أنه يصير فيه تغيير شعبي لكن المشهد كان في الـ 2018 بالغ الحضارة مشهد ديمقراطي جدا إسرائيل لا تريد انتخابات سواء أفضلت للإسلامين أو لغيرهم لا تريد إرادة تكهيل حقيقي لإرادة الناخب ولا ننسى بأن حزب جبهة العمل الإسلامي ذراع السياسي الإخوان المسلمين التي تنتمي إليها حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تقاتل احتلال الإسلامي لأنني لذلك أشرت بأن هذا موقف رسالة أردنية لما يجري في الأراضي الفلسطينية للإسرائيليين أنه نحن مع المقاومة ولسنا ضد المقاومة وهي رسالة كما يقول الكاتب ياسر الزعاترة ضد من سماهم بمرضى متلازمة الإسلام السياسي يقول الزعاترة صباح بائس لمرضى متلازمة الإسلام السياسي السبب نتائج الانتخابات البرلمانية الأردنية والتي يقول بأنها كانت نزيهة على نحو واضح الأهم هنا ليس فوز حزب جبهة العمل الإسلامي الإخوان بـ 32 و 31 نتيجة نهائية بل فوزه بنحو 40% من أصوات الجمهور في القائمة الوطنية الأكثر تعبيرا عن مزاج الناس هنا يصاب مرضى متلازمة المتلازمة إياها بالصداع وطبعا لأن لعبة الشيطان التي مارسوها منذ أكثر من عقد لم تفلح لفتني هنا حقيقة فوز ثلاثة في جبهة أو في قائمة جبهة العمل الإسلامي ولا ينتمون للإخوان واحد منهم مسيحي واحد منهم مسيحي طبعا هذه رسالة برضو مهمة من إحنا ذكرتنا في هذه الجزئية لأن هذه رسالة مهمة أن الحزب الإسلامي لكنه حزب وطني يستوعب الجميع وهذه ليست أول مرة بالمناسبة لأنه قبل هيك تحالفوا مع المسيحيين وشاركوا فيها وبالمناسبة في أعضاء في حزب جبهة العمل مسيحيين الفكرة والإخوان المسيحيين الذين صوتوا له أيضا هؤلاء على قدر عالي أنه إحنا نطلع من الطائفية هذه رسالة مهمة من الأردنيين أن هذه دولة ليست طائفية أنت بطلع لك واحد بيحكي لك سنة وشيعة واحد بيحكي لك مسلم ومسيحي في الأردن هذا الكلام مش موجود ما في المسلم والمسيحي ممكن يسكن جارك مسيحي عشر سنوات وأنت لا تعلم أنه يذهب يوم الأحد إلى الكنيسة ولا ليس لديها أي مشكلة وبعدين شعوب تتعافى من هذا سريعا حتى العراقيين تعافوا من مسألة الطائفية والشيعة والسنة لأنه إحنا شعوب نحية أستاذ محمد الانتخابات بإيجاز مثلة الحالة السياسية للأردن حالة مستقرة حالة صحية غير مريضة وأيضا تنبئ بمستقبل ممتاز لأنه هذه جرت هي الأردن بحد ذاته واقع بين دول مهلهلة الآن من عراق وما أريد أن أجيب أسماء كثيرة سوريا سوريا غير مستقبل يعني لبنان أيضا غير مستقبل وأيضا الكيان الصهيوني الأردن يعلم أنه هو بين كماشتي هذا الكيان الذي يريد أن يحول الأردن إلى مهجر للفلسطينيين الموجودين في أرد فلسطين الخالدة لذلك أعتقد قيام حكومة من خلال هذه الانتخابات سيكون متحول كبير للأردن يعني سيضمن نجاح ومستقبل هذا ما قال الإعلامي ياسر أبو هلالة الذي قال في تغريدة له المهم أن يرد الإسلاميون في الأردن التحية بمثلها وبأحسن منها بعد نتائج انتخابات 24 النتائج الأولية الأولية كما يقول أظهرت فوز الحزب جبهة العمل الإسلامي بـ 32 نقول هو 31 منهم 18 على مستوى وطني 14 على مستوى الدوائر وحصولهم على نحو نصف مليون صوت متقدمين بفارق عن أحزاب الموالا ومتقدمين أيضا في مقاعد القوائم المحلية وفي مختلف المناطق وخصوصا العشائرية بشكل غير مسبوك ما تحدثنا عن العشائرية بالمناسبة محمد يعني 103 الآن هم يمثلون الأحزاب إذن أغلبية البرلمان ليس عشائري ولكن هؤلاء هم أيضا الأحزاب بعضهم ينتمي لعشائر هل اختفت ربما سطوة العشائرية في البرلمان أخبر لم تنتهي العشائر لكن واضح أن هناك متغير يعني متغير ووعي سياسي دفع حتى أبناء العشيرة أبناء العشيرة لأن يختار أو لأن يختاروا أبناء يختاروا مرشحين من الذين لديهم برامج أصبح ابن العشيرة حال وحال كل المواطنين هو يبحث عن إصلاح اقتصادي عن تنمية عن فرص عمل وبالتالي هذه العناوين الرئيسية أصبحت هي العابرة للبرامج الانتخابية تبحث عن من لديه برنامج لإصلاح الوضع الاقتصادي للتنمية لإعادة مرة أخرى يعني مؤسسات الوطنية وبالتالي هذه خطوة على الطريق وأنا بظن أنه ينبغي البناء عليها وينبغي عدم التسرر في الحكم عليها هذه كما جاء في تغريدة أبو هلالة هذه خطوة جيدة رسالة جيدة بأن هذه الانتخابات بشكل لحد ما نزيها وتؤسس الحياة السياسية ينبغي الاستثمار فيها وينبغي أن يتحول الوعي من فكرة الانتماء القبلي والعشائري إلى التفكير بالوطن وبالمواطنة أحد الأوجه يعني أنه العشيرة تراجعت كأصوات ناخبين لصالح الأحزاب السياسية وهذا أيضا نتيجة تطور تطور وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام كلما مر فترة من الزمن كلما وصلت الأمور كما هي إلى ابن العشيرة أينما يكون محافظات هي اللي صوتت أكثر من العاصمة هذا واحد من براهينة وأيضا أيضا وحدة من عيوب الدولة الأردنية هي سلطة العشيرة فيها يعني كثير من الأمور كانت ربما تقف بها العشيرة موقف ويحضر الملك بنفسه لحل المشكلة أو يحضر البرلمان النجاح العملية السياسية يدل على زيادة الوعي وعلى كثرة وعمق الانتماء للوطن وليس إلى العشيرة لكن محمد على الرغم من أن هناك طيار معادي للربيع العربي اتخذ الإسلام السياسي لإخوان المسلمين اتخذه عدوا له وأسس القنوات وصرف الملايين بل والمليارات لمحاربة تيار الإسلام السياسي يخرج الأردنيون ليختاروا ذلك التيار شوف بياني اليوم قطاع عريض من الأردنيين بيقولوا أنه شكرا للذين حاربوا التيار الإسلامي لماذا؟ لأنه هو هذه الحرب التي مورست ضد جبهة العمل الإسلامي أعطتها زخم أكثر بلغة أخرى هناك بعض وسائل الإعلام وبعض الشخصيات وبعض الجهات أي جهة تعاديها أن نستقف في الطرف الآخر لأن هم معروفين أن هذه جهة مشبوهة يعني بعض وسائل الإعلام بدون أن نذكر إذا مدحتني كل الشعب الأردني رح يصيروا يشتموا فيه أبدا إذا أنت طلع واحد وفي بعض الشخصيات خلينا نقول المنبوذة في الأردن إذا فقط بس يكتب يكتب كلمة يتمدحني بيصير كل الشعب الأردني ضدي وإذا شتمني بيصير كل الشعب الأردني يتعاطف معي اللي حاصل أنه هذول الذين حاولوا إفساد هذه اللي خلينا نقول أو التحريض خلينا نحكي على القوى الإسلام السياسي في الأردن هذول فشلوا هل هي مرحلة محمد؟ لا لا فيه نقطة مهمة أنه المناقضين لتيار الإسلام السياسي اليوم بعد عشر سنوات جربوهم في دول المنطقة وشافوا الكوارث اللي بتصير يعني بدون حجب الإسلامي العراقي نعم ما هذا ولا عضوه البرلمان نعم رغم أنه يجب حماية أمريكية أمريكية لا لا أنا أقصد أنه الثورات المضادة في المنطقة العربية الآن نتائجها برضو بدأت تظهر فالناس فالناس تغيرت مواقفها في الأردن الناس وعيين بالمجمل الناس لديهم وعي وبعدين لديهم حرية يعبروا عن آراءهم وبعدين بنفس الوقت برضو الإخوان موجودين هذولا وجود الأخوان بذلك المشهد محمد وقدرة ربما هذا التيار على مواجهة تحديات كبيرة ربما التحديات التي واجهها أخوان الأردن ليست كتحديات أخوان مصر مثلا المعتقلون في السجون والأخوان إرهابية حسب القانون المصري لكن مع ذلك حتى الأردن واجهوا تحديات إلى أي مدى تعتقد محمد بأنه يشير ربما إلى حيوية هذا التيار وقدرته على التعافي والنهوض من جديد سؤال مهم الحقيقة في الأردن دائما كان الإخوان المسلمون في الأردن يتجنبون الصدام مع الدولة كان دائما خيارهم هو عدم الوصول لنقطة الخيار الصفري ثانيا أنه رغم بعض الممورس من تضييقات في الأردن إلى أنه أيضا الحكومة في الأردن أو الدولة في الأردن كانت أكثر رجدا في التعامل مع الحركة الإسلامية كما قال محمد قبل قليل لم تنجرف نحو الاعتقالات والاشتثاث كما كان يحرض لها ويوسوس لها وبالتالي حفظت حالة الاستقرار داخل البلد وعاملت الحركة الإسلامية كجزء من الحالة السياسية الموجودة وبالتالي هذا حفظت التوازن للدولة في الأردن وكذلك حفظ أيضا وجود التيار الإسلامي أو الحركة الإسلامية التي لم يكن لديها نهائيا فكرة الصدام مع الدولة حتى في أحلك الأوقات التي كانت فيها يعني الحكومة في الأردن تتمادى في تضييقاتها دعني جمال أيضا أشير لفكرة حقيقة كل تحدث عن البرامج الانتخابية في الأردن ووضع الاقتصادي لك أنا أظن أيضا أن الإسلاميين حصلوا على جزء كبير من الأصوات جراء الشعور الروح التي تسري في الأمة العربية والإسلامية والأردن ليس غريبا وليس حالة استثنائية المقاومة أي مكان في اليوم المقاومة في فلسطين هي مقاومة يعني عنوانها حماس وحركة إسلامية وبالتالي الإسلامي عندما يقاوم الأمة تقف خلفه القومي عندما يقاوم تقف خلفه العروبي عندما يقوم فهي استفادة الإسلاميون في الأردن من حالة يعني العاطف مع المقاومة في الأردن نعم هو تاريخيا تاريخيا العربية على وقع الحركة الإسلامية داخل فلسطين والإخوان في الأردن لما فازوا في التسعة وثمانين كان بعد سنتين من بداية الانتفاضة الحجارة ولاحقا كان الفورة اللي فاروها في داخل الأردن والانتعاش تبعتهم كانت على وقع المقاومة أو انتعاش حركة حماس وهذا أيضا بينسحب على الجزائر وبينسحب على أكثر من ومصر طبعا وأكثر من دولة عربية كان خلينا نقول الحركات الإسلامية في المنطقة العربية تصعد مع صعود الإسلام المقاوم في داخل فلسطين بسبب القناعة الشعبية عند الناس بأن هذا هو الظهير أو هو الامتداد لدينا على هذا لذلك هو ضمير الأمة يبدأ وينتهي في فلسطين هذه المعركة هي المعركة الصفرية المعركة الكبيرة هي معركة فلسطين والناس تنظر إلى فلسطين كملهم وبالتالي أظن فكلما حاول المطبعون والمتصهينون حرف البوصلة كلما أعادوا مرة أخرى الأمة ووحدوها على قضي لذلك هل تظنون دكتور فارس هل تظن بأنه ربما تكون هذه موجة من موجات الربيع العربي بنكهة أردنية والله أنا أعتقد هناك صحوة عربية يعني الجيل الحالي يعني رأى الحالات السيئة ورأى الحالة النموذجية التي تفضل الساد محمد ذكرها حالات السيئة حالات التدهر والتراجع القيمي والمعرفي والاعتباري إلى تجربة صمود شعب بأكثر من مليونين ونص من المدنيين نساء وأطفال أمام ماكنة عسكرية حربية مدمرة وقاتلة بدون رحمة وبدون حساب للقانون أو للقانون السماوي أو الأرضي لذلك أعتقد الجيل وستنتج الأمة ليس فقط الأردن أنا أتوقع في العراق الآن هناك جيل واعي ينبذ مثل ما أتفضل ينبذ الطائفية والعشائرية وكل أنواع التمييز بين العراقيين هناك في سوريا هناك صحوة هناك حتى في لبنان يعني فلسطين ملهمة دوما دائما ملهمة دوما وهي النموذج شكرا جزيلا لك البحث في شؤون الشرق الأوسط دكتور فارس الخطاب كما الشكر أيضا للكاتب الصحفي سيد محمد عايش والشكر أيضا للكاتب والإعلامي سيد محمد أمين كيف يمكن للحاكم أن يوجه سياسته ويعدلها ويصوبها إن لم يستمع لصوت الجماهير وكيف يمكن للجماهير أن تعبر عن صوتها إن لم يكن لها الإرادة الحرة لتختار ممثليها عبر انتخابات نزيهة وشفافة تفرز أحزابا تمثل تلك التطلعات دون استثناء أي فصيل أو تيار من المشهد فهل هذا ما جرى في الأردن فعلا؟ وهل يمكن أن يكون موجة متأخرة من موجات الربيع العربي وبنكهة أردنية؟ شاركونا آراءكم في منصات مواقع التواصل الاجتماعي لقناة الحوار نترككم في أمان الله ترجمة نانسي قنقر